فخور بإسلامي الأسئلة الأكثر تكرارا وتجدون أيضا الاختبارات الأولى والثانية بالإضافة إلى هذا الاختبار حاولوا تراجعوا مليح لأنه بإذن الله لو تكملوا كامل هذه الفيديوهات ستتحصلون على نقاط ممتازة بحول الله إذن فنبتدع على بركة الله إذن نموذج الاختبار يكون على النحو التالي لتكست هذه هي لملايا l'histoire du voie noire des femmes de l'Est بمعنى أنه قصة الحجاب الأسود لنساء الشرق l'Algérie dispose de tradition vestimentaire propre à notre culture إذن الجزائر لديها تقاليد ملابس خاصة بها à notre culture بمعنى خاصة بثقافتنا à notre histoire بمعنى خاصة بتاريخنا et notre tradition وخاصة بتقاليدنا qui continue de marquer les esprits et de faire parler d'elle والتي لا تزال على ما مسجلة وتجعل الناس يتحدثون عنها الملايا de كوستانتين هذه الملايا القسانتينية est un exemple des plus connus en matière d'habit traditionel local إذن هذه الملايا القسانتينية هي أكبر مثال أو هي أحد أفضل الأمثلة المعروفة في الملابس تقاليدية المحلية qui gouverna كوستانتين 792 couvre toute la silouette de femme والذي يغطي كامل جسد المرأة était une façon de maintenir vive la mémoire إذن هو كان كوسيلة لإبقاء هذه الذكرى حية de 7 homme exceptionnel لهذا الرجل الاستثنائي dans la mort في violent et dans le sang إذن هذا اللباس كان ذكرى حية لهذا الرجل الاستثنائي الذي كانت وفاته عنيفة ودموية إذن من النادر أن نلتقي في أيام من هذه ستبت traditionnell dans les ريو de l'as du pays معناها من النادر أن نلتقي بهذا اللباس التقليدي في شوارعنا أي شوارع الشرق الجزائري et plus particulièrement à كوستانتين وخاصة في مدينة كوستانتين Mais heureusement لكن الحسن الحظ qu'il reste encore des femmes ما مازالوا يديمون مازالوا يليبسوا سو بات موان بروب للجيغي مازالوا يديمون هذا التراث الخاص بهم في الجزائر إذن هذا بالنسبة لتكست نمر إلى الأسئلة لكستيان برميار كستيان دو كوى بار تون دون سو تكست على ماذا رانا نتكلم في هذا النص إذن في هذا النص كما كنت نتكلم على ملايا إذن نتكلم على ملايا دون سو تكست نتكلم ل ملايا دو 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 كيستيان دو كال بات خيموان ساجتي التراث هذا اللي نهضر عليه وشن هو هو أغتيزانال بمعنى حرافي كوليناق بمعنى مطبخي يعني تابع للأكل كولتغال بمعنى ثقافي أخشيتكتغال بمعنى معماري إذن بطبيعة الحال هو كولتغال بمعنى ثقافي كين بعض التلاميذ يقول لي هذا عبارة عن لباس نعم لما يعطيك تخير يعني لباسي إذا ما أعطيك تخير كولتغال لأنه هذا لباس رهو مش حرافي مش مطبخي ومش معماري إذن هو عبارة عن ثقافي هذا بالنسبة للسؤال الثاني نجاوبه بصح ولا خطأ إذن الملايا هي لباس عصري العكس تخديسيونال يلبس من طرف النساء إذن هذه إجابة خطأ لماذا لما نجيل النص نصيب هنا يشوف معي تخديسيونال تقليدي يعني قديم إذن هذه إجابة خطأ فو دوزيام ستبي هذا اللي بس كان يلبس من طرف نساء الشرق إذن لما نرجع للنص نصيب هنا كمار كم تلاحظوا إذن ستبي إجابة صحيحة ثقافي لفام دوزيام إذن نساء اليوم رهم ديما يلبس هذه الملايا إذن هذه إجابة خطأ لماذا لأن في آخر نص قلنا إلي غار دوك خوازي دو نجو ستبي تخدي يعني من النادر أن نلتقي بهذا اللباس أن تلبس دائما النساء إذن نادرا ما نصيب مرأة تحافظ لهذا التراث إذن هذه إجابة خطأ كتخيم كيستيون دوك 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 كولور إلى ملايا يعني الملايا هذه وش من لون إذن لما نجو نصيب هنا ياما تصيب ها دو ووال نوار هذا الحجاب الأسود أو أن نصيب لهنا دو ملايا أو سل ووال نوار يعني أو هذا الحجاب الطويل الأسود إذن هذه الإجابة الصحيحة إذن بطبيعة الحال الإجابة الأولى هي الصحيحة سيزième باغ لانتخي شطب على الكلمة الدخيلة لحيكم رمى لاملايا إذن هذا كامل عبارة عن ألبس أو عبارة عن تراث إذن لحيكم رمى لاملايا أن سيستخال بمعنى أسلافنا أو أجدادنا تابعة للتراث لكازيون معنى فرصة بمعنى تراث إذن الكلمة الداخيلة هي لكازيون هذه الطبع لها كما لكم تلاحظون سيتيم كيستيون غلاف دو تيكست ناجكتيف كاليفيكاتيف ان كمبليمون دو نو قالك أعطيني صفة وأعطيني مكمل إذن لما نجعل النص نجد العديد والعديد من هذه الكلمات إذن عدنا على سبب المثال تراديسيونال عبارة عن صفة عدنا أيضا سلون فوال نواغ لون معناها طويل نواغ أسود هذه عبارة عن صفات أما فيما يخص مكملات الاسم عدنا كما لكم تلاحظوا دو كونسطنطين ملايا تا كونسطنطين إذن هذه مكمل الاسم وعدنا أيضا نساء الشرق لفام دو لست مكمل الاسم أيضا وعندي أيضا لفام دو بيلك نساء البيلك إذن هذا عبارة عن أمثل على الصفات ومكملات الاسم إذن الناديكتف قليفكاتف قلنا تخديسيونال كما لكم تلاحظوا بالنسبة للتلاميذ اللي ما وش يعرفوا تلقى بالدو تلقى بالصن تلقى بالأ إلى آخر نشارحوا في المراجعات واتيام كيستيان سلين لابروبوزيسون سيبوغدوني غولاتيف كي قولك لابروبوزيسون سيبوغدوني غولاتيف أشفع للبرونو كي من كي وأبدأ سطر حتان لآخر الجملة كما ركتلاحظ إلا في حالة واحدة إذا كانوا رأها أفعال نحبس عند الفاصلة أو عند الو بو إذن هذا هو لابروبوزيسون سيبوغدوني غولاتيف نافيام كيستيان كونجوك لفر بانتز أو فيتر بخوش أو فيتر سيم حذري هنا التلميذ درم يدلو أخطاء كبيرة كي يعطي لك الاختيار أنك تتصرف في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد لازم تقرأ الجملة قراءة جيدة إذن هنا عندي نو لذغب أغيفي وباليدو صالح باي دون كيل كوميونيت في بضع دقائق كينقولوا بضع دقائق مستقبل قريب ولا مستقبل بعيد إذن عبارة عن مستقبل قريب كينقولك بعد شوية راني رايح ناكل بعد شوية راني رايح نقرأ بعد بضع دقائق راح ندير الحاجة الفلانية إذن هذي مستقبل قريب لذلك لذلك نصرفه في الفتور بخوش الفتور بخوش وش هو هو هذا لازم تكون حافظوا إذن مادم عندي هنا لبخونو نو إذن نقول نوزالون إذن نوزالون كي ما راكم تلاحظوا وهذا لذلك نكتبو كي ما راهم ما نغير فيه ولا شي نوزالون آغيفي أوبالي إذن رانا رايحين نوصلوا للقصر تاع صلاح باي في بضع دقائق هذه هي الجملة تاعة هنا في الجملة الثانية عندي لاني بخوش العام المقبل إذن هذا عبارة عن مستقبل بعيد لذلك راح نصرف في الفتور سامبل الفتور سامبل وش قلنا قلنا الأفعال تاع المجموعة الأولى نكتبها كي ما هي الأفعال تاع المجموعة الثانية نكتبها كي ما هي يعني من نحيلها ش الأر ومن نحيلها ش الأر أما فيما يخص الأفعال تاع المجموعة الثالثة رامي تغيروا وراني دينها في المراجعات كيفاش يتغيروا هذو كي يتحظلوا إذن نرجع لذلك إذا كان الفعل تاع المجموعة الأولى نكتبه كي ما هو ونضيف له آي آس آ آنس أز آن تي أنا مدم عندي لتوغيست مدم هاللي معناها جمع راني نعوضها إلى آفيك أس ومعا إلى آفيك أس ننضيفه آن كي ما راكم تلاحظوا تصبح فيزيتيور كي ما راكم تشاهدوا إذن السياح يقومون بزيارة المناطق السياحية في الجزائر إلى لذلك لذلك راني مزلت في نفس الجملة إذن مزلت نصرف في الفتور سامبل لذلك 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 كان تاعه آ آ آغ الضمير إيل آفيك أس كي ما راكم تلاحظوا بي كلي سهولة نمروا إلى السؤال الموالي أكوغد لاجيكتيف كاليفيكاتيف ميان تقرون تاز كوريكتمو دائما ما هذا السؤال يعودوه إذن دائما يقول لك لاجيكتيف كاليفيكاتيف أكوغدية كفش تاكوغدية وش تزيد تزيد لأ لأ لفمينا على حساب الصفة اللي يعطيها إذن هنا لم لا يكون تنو تخديسينا لقلنا شفاء ولا تخديسينا ديما تعرف حذار تزيد لها أ فقط لازم تزيد لها لأ تخديسينا راح تزيد لها لأ في الفمينا كما نوار نزيد أ بورتي نزيد أ بغلي فام كوستانتينوى نزيد لها أ تصبح كوستانتينواز إذن النساء القاستانتينيات كما لكم تلاحظوا هذه هي ربط الصفات على حسب الأسماء التابعة لها رجعناها في مينا إذن في الأخير عندي قلي اكتب لي على البرنوس إذن نشوف معايا كيفش نديرو أولا أعطى لي الجدول المساعد إذن وش نبدأ أعطى لي هنا الأسماء إذن كما لكم تلاحظوا إذن هذا هو البرنوس إذن حددت جزائري ولا مغربي ولا تونسي لازم نزيد هذه الكلمة إذن إتنبي تخاديسينا لالجيريا وش نضيف نقول بورتي دان دو نمبروز ريجيون دالجيري ما جيبتش من عندي هاي لارجيون بورتي دان دو نمبروز ريجيون دالجيري معنا يلبس في عدة مناطق من الجزائر أول بورت لجور دو مرياج ونلبس في يوم الزواج هاي مكتوبة عندي عن لبورت لجور دو مرياج نزيد نكمل وش نقول نقول إلي لسينونيم دو فيارت دو فيغلت هاي عندي فيارت دو فيغلت وضيف تلا هي معنا هو هو رمز للفخري والروجول ونضيف أيضا نقول إلي إيقال هو أيضا أعطالي إن سيمبول فوق أمبليماتي دو بي إلي إيقالما إن سيمبول فوق أمبليماتي دو بي معنا هو أيضا يعتبر رمز قوي لهذا البلد نكمل دو كولور مارون دو لأطلس صغرية إذن دو كولور مارون دو لأطلس صغرية إي بلون كابلي معنا هاللون تاع ويكون بني في الأطلس صحراوي ويكون أبيض في القبائل على حسب المناطق وفي الأخير كما نقول إلي كونفكسيوني معناها ينسج أعطالي هنا الماتير اللي هي المادة لالين پور دو دو مادر و دو موتو معناها من الصوف الصافي تاع الجمل أو تاع الأغناء إذن نقول إلي كونفكسيوني أبيك لالين پور دو دو مادر و دو موتو في الأخير هذه الجملة نزيدها من عندي إذن البرنوس في الجزائر هو لباس تقليدي من صوف والذي عاصر أو عايش الحداثة أو العصرة معناها مزان يمشي في وقتنا الحالي في ظل هذه الألبسة العصرية إذن كما تلاحظوا حاولوا تديروا عليه وحاولوا تشفوه عليه وتتعلموا منه عدة كلمات رح نعطيكم أمثلة أخرى لنشارح أيضا تلقوا روابط الفيديو تعابل كتابي الخاصة بفصل الثاني تلقوها أسفل هذا الفيديو هنا رح نعطيكم صور تلقوا فقط رح نشارح بالتفصيل في الفيديوهات اللي موجودة في القناة إذن دير لكم تعبير كتابي على الحايك دير أيضا تعبير كتابي على اللوكالاكو كما رحكم تلاحظوا وأيضا عدنا تعبير كتابي آخر على البلوزة الوهرانية كما رحكم تلاحظوا أيضا بالصور وديرين أيضا تعبير كتابي آخر على لوكوسكوس سامبول لكويزين مجغيبين وفي الأخير دير تعبير كتابي على منطقة أثرية كما القلعة القلعة بني حمد موجودة في مدينة بوسعادة كما رحكم تلاحظوا هذه كلها تعبير كتابية راني شرحها بالتفصيل في القناة رح أخليكم الرابط أنتاح إذن بهذا نكونوا أكملنا هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابع ورزغاء في فيديو آخر إن شاء الله لا تنسون مخالص دعائكم السلام